انا انا كان تكلم مع الشباب كانتكلم مع القطر كانتكلم مع المفرنسين كانتكلم مع الميسورين وكانتكلم مع الناس اللي عندهم يعني اطر بلادهم هم هادو كان عارفهم من اخوتي وحبابي وعائلتي واصدقائي ومعارفي واخوتي مغاربة كافي وكانت كل محتام على هذا اليساريين لهذا الشهادة على كل حال عفا عليه الزمن كان كيد قال واحد لقط ولكن دابا ما بقى عندكم لا الشعب لمن تقوله وإلا 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 إلا أبغيتي وهذا الشيء ندروا استفتاء اللي قال مولاي محمد ندروا استفتاء ونحل المشكلة ندروا استفتاء واش بغينا المرجعية الإسلامية المذهب المالك يا الإخوان حيث كان شي حويج ما كيت ما كيت ما كيت فهموش هكذا المذهب المالكي هو واحد المذهب يعني كي يجري في الدماء ديالنا ربما خالفوا الإحكام دياله بعض المرات ولكن تخصوه بقى منصوص عليه والملك الله يحفظون نص نص عليه في خطابه الأول في البرلمان ونص عليه في الخطاب الأخير فخص هذه المسائل هذه اللي جمعتنا خلال أربعة عشر قرن وجعلت منا أم عظيمة حكمة يعني حكمت الأندلس ووصلت إلى إفريقيا يعني يعني ديال الساحل ودافعت عن الإسلام في الشرق هاد رمض لا يعبد الإخوان ماشي قاضي يدي اللي قالاتي Иبوبا سيكون ماما سيبا بريه فاباي ما مانسيب لا لا يكمlisted الله يهديكم بابابابابو ما 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 اللي يرحمون جميع państwo متعاوينين وعاشو متعاوين يعني أنا أنا الوالد إلى الوالدة رحمه الله والوالد دريمات عندي ستة شرعة مرة واحدة سمعته قال له واحد الكلمة كتمين على شوية الشناء كان المجتمع المغربي هكذا يجب أن يعود هكذا البشرية والإخوان سمعوني مزيان البشرية في حاجة إليكم لتكي تردها إلى الصواب هاد الناس رهب غول البشرية كم لا يفضيوا معها ورغم غادي ورغم كي يوصلوا في الهدش وعندهم أساليب تخترعوا قوانين وتخترعوا كلمات وتخترعوا لماذا ما قالوا ليوا؟ لأنهم لا يعرفون أن يقبلون المسلمين والمسيحيين ولا اليهود ولكن قلت لك بالمناسبة اليهود لا يهضر معهم على شريعةهم بالمناسبة تتكلموا على الخيتان في البنات ومنحتنا متفق مع الخيتان في البنات يتعايروا به المسلمين في الشرق ولكن الخيتان لا يهضروا عليها لماذا؟ لا يعرفوا شيء؟ لأن اليهود يخفرونه هو أحمد الله اللي تنتم أحمد الله اللي اليود يخطنوا بشك تخطنوا وليداتكم. كتفهموني ولا ما كتفهموني على كل حال لا يبقى شيء يحاولي يوضح لكم كثير من هذا الشيء الذي نقول لنا. نحن وصلنا للقاعة الخبيع. ولهذا إخواني أخواتي اليوم المشكلة مشكلة مرجعية. ما شيء قضية أحكام قانونية في إطار هذه المرجعية الإصلاح المؤطار من المرجعية كما قال جلالة الملك وهكذا سيكون إن شاء الله رحب الرحيم لأن هذه الحرب الجديدة اشتعلت من بعد ما مع الأسف الشديد ذلك السيد الوزير سألطيفها بي جمع العيالات وقال لهم هذا الإصلاح سيخرج محافظ. أنتم ما سنتونيش ببرون ريوسكم هذا في طبيعة الحال تأجيج من عضو في اللجنة عيب عليه واجب التحفظ. نحن في حزب سياسي تحفظنا وهو كوزير عضو في اللجنة ما تحفظ ده بلعت الله أعطاه تقدي لنا بعض الله سبحانه وتعالى طبعا في اللجنة لأن فيها عقلاء وفي حكماء وفي علماء وطبعا بعد ذلك في جلالة الملك ولكن نريد أن نقول بحال اللي قال ابن محمد أن الشعب المغربي لأنه واحد القضية يا إخوان الشريعة ما كان عرفوهاش كاملين ولكن كاينة في الدات ديالنا قارير القرآن سمعناه اللي بس سمع بزاف سمع شوية عارفين شنه هي الشريعة ديالنا الشعب المغربي ما غيقبلش هاتشي وباش ما يقبلوش خصو يتحرك وخصو يتحرك اليوم ولخصو نديروه بسيرة مليونية احنا مستعدين مرة أخرى نديروها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد